نرحب بحضراتكم مرة تانية في بداية حلقتنا كنا نتكلم معاكم عن دور التحالف الوطني لعمل أهلي التموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية واللي وصلت جهوده وكمان مستفيدين منه على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك لأكتر من 19 مليون مستفيد من توزيعات التحالف الوطني بإجمال تكلفة تزيد عن 1.8 مليون جنيه تشمل مساعدات غذائية سنة دي مواد غذائية وجبات سخنة ولحوم وغيرها شهر الخير دايما هو شهر رمضان جهود مقدرة جدا والجهود دي تبتدي بيشمع أول رمضان لا الاستعدادات بتكون قبل رمضان بفترة هنتكلم أكتر عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في رمضان بيشرفنا ونوارنا في استوديو الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي أهلا بيك يا فندم وكل سنة حرطي كل سنة وحضراتكم بألف خير وكل سنة وكل الشعب المصري يا رب بألف خير ورمضان كريم على الجميع يا رب الله أفضل قبل ما نتكلم كده عن الجهود الكتيرة جدا اللي في أكتر من مستوى ويعني في كل محافظات الجمهورية حابين نعرف الاستعداد لقبل شهر رمضان أنا عارف أن أنتو بتبقوا يعني خلية عمل شغالة من قبل رمضان من فترة طويلة كمان وصولا لهذا الشهر الكريم طيب الحقيقة بالنسبة لنا طبعا رمضان يعني موسم عطاء وموسم فرحة ومستحيل يبقى بيحل علينا الشهر الكريم إلا ما يبقى كل رب أسرة يعني أولى بالرعاية مأمن احتياجاته من المواد الغذائية هدف تأمين الاحتياجات الغذائية للأسرة الأولى بالرعاية هدف كبير التحالف بيحرص عليه منذ انطلاق عمله في مارس 22 رمضان السنة دي هو رمضان التالت اللي بيهل علينا في وجود التحالف الفارق الواضح في مصار العمل الأهلي المصري بوجود التحالف هو التنصيق والتناغم ما بين كل كبريات مؤسسات العمل الأهلي ما بين أكبر عدد ممكن من المتطوعين لتحقيق الأهداف الكبيرة زي تلبية الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية طبعا تلبية الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية هدف يستحق التخطيط والحشد كل الطاقات وبالتأكيد الشغل كان بدأ عليه من بدري من خلال التناغم كمان والتنصيق مع كبريات المؤسسات الاتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية المتبرعين توفير الاحتياجات الغذائية في ظل زبزبة في الأسعار للمواد الغذائية الرئيسية في الأسواق كل دا كانت تحديات الحقيقة بتقابل مؤسسات التحالف التغلب عليها ما كانش بالسهل لكن الهدف كان يستحق الحقيقة جهد أكبر من هنا التحالف دخل رمضان الكريم بيعطاء متجدد ما ننساش أنه فيه متغير جديد السنة دي ورمضان دا مختلف عن كل شهر رمضان في الفترة اللي فاتت وهو استمرار معاناة أشقائنا في قطاع غزة وبرضو الحقيقة دا من سماء عمل التحالف أنه عنده قدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بجدارة واستحقاق دون أن يكون دا كله خصم من أداء التحالف في الداخل وتحقيق أهدافه بشكل عام عشان كده رغم كل التحديات دي السنة دي التحالف مكمل ومستمر وبيزيد في أعداد المستهدفين زي ما حضراتكو ذكرتو احنا بنلامس العشرين مليون مواطن مستفيد من خلال الدعم بكافة أشكال المواد الغذائية وزي ما حضراتكو ذكرتو كمان بالبداية كرتونة المواد الغذائية الجفة اللي بتكفي أسرة مكونة من خمس أفراد عند الحد الأدنى عشر أيام التوزيع اللي بيتم من عن طريق فريق كبير من المتطوعين على مستوى الجمهورية تنسيق وتعاون مع الجمعيات القاعدية تنسيق مع السادة المحافظين كلا في محافظته وتنسيق ما بين قوة التحالف نفسها مكونات التحالف مؤسساته الكبرى التنسيق ده كله والشغل ده كله الحقيقة أعتقد أنه حيبقى سماره اللي بنشوفه تقريبا تقريبا في كل قرى ونجوع مصر النهاردة يعني لو حضراتكو كده بس حتى على صفحات التوصل الاجتماعي أو سيرش على اسم التحالف أعتقد أنه من بين عوامل النجاح أن احنا نتلاقي التحالف موجود تقريبا تقريبا النهاردة في كل قرية وفي كل مكان على أرض مصر يعني حضراتك زي ما قلت عشرين مليون أسرة يعني رقم كبير عشرين مليون مستفيد عفوا عشرين مليون مستفيد ده رقم كبير جدا بس لازم عشان يعني هذه الجهود وهذه المساعدات تصل بشكل سليم تعملتهم على أساس خلينا نقول منهجي وكان فيه قاعدة بيانات موسعة ودقيقة جدا ويعني ده مهم أو يعرف من حضرتك يعني مصلت بفكرة قواعد البيانات السليمة والدقيقة دي لأي مدى كيفية اختيار الأسر أو المستفيدين أصلا بتتم على أساس إيه إيه نوع المساعدات اللي بتقدمه وتقدم على أساس إيه قاعدة البيانات من العوامل الضرورية لانطلاق أي عمل أهلي ناجح لا يمكن أن يتصف العمل الأهلي بالنجاح ولا يمكن أن يحقق مستهدفاته بالوصول لشرائح الأولى برعاية دون قاعدة بيانات وضحة ببيانات الأسر الأولى بالرعاية الفكرة ما كانتش بس مجرد بناء قاعدة بيانات وفقط خالص الفكرة كانت بناء قاعدة بيانات مرينة تسمح بالرصد حال الأسر الأولى بالرعاية بشكل دائم تسمح كمان بخروج الأسر اليوميا قد يعني بفضل المساعدات السابقة وفضل التغييرات وبفضل الفرص الموجودة في المجتمع قد تخرج عن دائرة العزب يعني بحث ميداني يعني طبعا بتنزلوا بعيون الناس والمتطوعين ويشوفوا الأحوال هو ده هو ده مجرد بس تلقم الأولى ده آليات طبعا دي آليات المرونة بقى يا أسر محمد إن حضرتك وانت بتشتغل وانت بتتابع انت بتقدم النهاردة بتوزع كاراتين مبارح كنت معهم في قفلة طبية قبلها كنت بتعمل لهم تمكين اقتصادي انت مع الأسر بشكل يومي في مختلف الجمهورية من خلال فرق عمل ومن خلال متطوعين ومن خلال جمعيات قاعدية وبالتالي انت أقرب ما يكون إلى حال الأسر داخل منازلهم معروف إن الدول والحكومات عندها القدرة للوصول إلى الفرد في نطاقه الجغرافي اللي بيعيش فيه أي حكومة على مستوى العالم مش بس إحنا يعني بتنتهي دورها عند المواطن في نطاقه الجغرافي المجتمع المدني أكثر يعني يده أكثر طولا للوصول إلى المواطن كمواطن للوصول إلى المواطن داخل منزله لمعرفة مدى احتياجه الشخص وبالتالي بناء قاعدة بيانات يعني على واقع حقيقي ورصد حقيقي ده كمان من بين يعني مزايا المرونة في بناء قاعدة البيانات أن أنا أبقى عارف النشاط الاقتصادي اللي بيحترفه رب الأسرة إذا كانوا عنده نشاط ومن هنا بقى أبدأ أنطلق معاه في تمكين اقتصادي واعي يعني أنا برضو بيسعدني أني أكرر تجارب لجمعيات أهلية زي مؤسسة صنع الخير اللي بأشرف أني مدير المركز العلمي ليها كعضو للتحالف الوطني في مسألة التوفيق ما بين ما يمتلكه رب الأسرة من مهارات وإمكانيات والانطلاق بيها لتمكين اقتصادي ودي نقطة مهمة جدا يعني فكرة التمكين الاقتصادي مش بس تقديم المساعدات المهم جدا أنه أعلم وأمكن رب الأسرة أو حتى ربة الأسرة يعني لو زوجة مش موجود أو متوفى مهم جدا أنها تتعلم مهارات عشان تصرف على ولادها بشكل جيد عايز صار حضرتك أنه لو شفنا المساعدات أو اللي بتقدم للأسرة الأولى بالرعاية مش قصرة بس على فكرة الوجبات الغذائية أو الوجبات المطهية والكاراتين وصناديق الخير لا كمان فيه قوافل طبية كمان فيه أنشطة ترفيهية ثقافية يعني فكرة برضو بناء الإنسان بشكل أساسي فعايز نتكلم على الجهود المتكاملة اللي بقدمها التحالف مش بس الجانب الخاص بتقديم السلع والوجبات الغذائية طيب برضو مهم جدا طبعا يعني سؤال حضرتك وغاية في الأهمية وأنا بشتغل على دعم وتلبية الاحتجاجات الغذائية هل يعني مستهدفاتي الأخرى اللي بشتغل عليها طول السنة بأرجئها بأخذ منها أجازة ولا بكملها بالتوازي مع الشغل اللي حاصل قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك يا سمحمد خليني بس أرجع تاني لنقطة صغيرة في مسألة أننا السيدات والنهاردة يوم المرأة المصرية وتحية مننا ومن التحالف لكل سيدة مصرية وخصوصا سيداتنا الفضليات المعيلات ربك الأول الأسر بالنسبة لنا في التحالف وبخاصة برضو يعني في صناعة الخير احنا بنبقى سعداء أن احنا ننطلق في دعمنا للسيدة المصرية الأصيلة اللي بتربي ولدها لما ترملت بعد وفاة زوجها أو حصل ظروف وانفصلت أو يعني لظرفة أو آخر أصبحت هي العائل العائل وحي احنا بنشتغل معاها في فكرة التمكين الاقتصادي الواعي اللي بيحقق هدف اقتصادية من بينها حياء الحرف التراثية اللي يعني وصى بيها ويعني أكد عليها السيد الرئيس وفي نفس الوقت رفع شعار صنع في مصر وتحقيق فرص تصدير للمنتجات أطلقنا معاهم يعني مبادرة كبيرة ومنشأة وأماكن أطلقنا عليها استدامة مراكز استدامة لدعم وتأهيل المرأة الريفية المعيل وإحنا الحقيقة النهاردة بكرر تاني يعني تحية مننا لكل مرأة مصرية معيلة قادرة يعني تواجه يعني وسط الظروف دي تواجه وإحنا معاها إن شاء الله ندعمها عشان يعني تخرج بأسرتها لبر الأمان أرجع مع حضرتك بقى لسؤال حضرتك في التوازي في تحقيق المستهدفات إحنا قلنا إن إحنا عندنا أهداف سبتة للتحالف من بينها التمكين الاقتصادي ومن بينها بشكل دائم تلبية الاحتجات الغذائية ومن بينها تقديم الخدمات الطبية في رمضان لا يمكن إنه وإحنا بنقدم المساعدات الغذائية نتوقف عند المساعدات الغذائية فقط حضرتك حتشوف على سبيل المثال النهاردة وإحنا وأنا بكلم حضرتك فرق كتير من فرق التحالف من خلال مؤسساته بتشتغل على مواصلة التمكين الاقتصادي بتشتغل على مشروعات تنمو إحنا لسه بنتكلم على استدامة كسبيل المثال إنه كل السيدات المعيلات بيتلقوا دورات التدريب بيبدأوا في الإنتاج بيبدأوا في حصد سمار الشغل اللي بيقدموه عشان ده يعود على أسره مش ممكن يجي رمضان ونتوقف نفس الكلام في الخدمات الطبية التحالف بيشتغل على منظومة خدمات طبية متكملة وزاد جودة منظومة الخدمات المتكملة لا يمكن أن تتحقق بتوقف لفترة معينة أو لظرف زمني على سبيل المثال القوافل الطبية اللي بتكشف مثلا على أمراض العيون زي مبادرة عينك في عينين بتكشف آه صحيح ممكن يعني شكل القافلة التقليدي ما يبقى حاصل في رمضان لكن مكملات القافلة لسه شغال توزيع النظارات بيبقى شغال إجراء العمليات بيبقى شغال المتابعة لأهلينا اللي أجروا عمليات ما بعد العمليات بتبقى شغال ده الحقيقة كل المنظومة دي بتصير بتناغم وبتنسيق لأنه الحقيقة الحمد لله وأقدر أقولها بثقة كراصد وكمتابع للعمل الأهلي يعني بالإضافة لكوني عضوة في التحالف أقدر أقول بثقة أن احنا اتنقلنا بالمجتمع المدني المصري إلى الاحترافية والجودة في تقديم الخدمات بدرجة عالية جدا طيب فاند ممكن استعدادات كبيرة جدا الحقيقة قام بيها تحالف الوطني العمل الأهلي التموي قبل رمضان بالنسبة للعيد عيد الفطر المبارك فيه كمان استعدادات خاصة بالعيد طبعا برضو بنكرر كل سنة وكل أهلينا بخير ويا رب إن شاء الله العيد يحل على الجميع بخير وصح يا رب ويكون أهلينا كمان في خطاع غزة الأوضاع استقرت يا رب بإذن الله ونحتفل جميعا بعيد فيه أمن وسلام للجميع يا رب طبعا استعداداتنا للعيد استعدادات مكسفة زي ما جهزنا لرمضان بالتأكيد كمان جهزين للعيد جهزين إن إحنا الفرحة تبقى يعني عنوان وتبقى طريق بنوصل به مع أهلينا في كل شبر في أرض مصر جهزين بملابس جهزة وجهزين بتنظيم كرنفلات واحتفالات على مدار يعني أيام العيد مش بس يوم العيد والحقيقة برضو إحنا بالنسبة لنا كتحالف فكرتنا دايما إحنا منسبش مناسبة ومنسبش ظرف نقدر فيه نفرح أهلينا إلا ونستثمروا أفضل استثمار ممكن البهجة بالنسبة لنا كمان إحنا نفسنا بنتقسمها مع أهلينا يعني أنا عايزة أقول لحضرتك على سبيل المثال أنا شخصيا كنت يعني بتابع من يومين مائدة رمضانية بنجهزها لأهلينا فرحة الفريق وهو بيقدم يعني أعتقد أنها إن ما كانتش أكبر فتوازي فرحة أهلينا اللي تلاقوا وجبة زاد جودة متوفرة كل التحية فهن فريق جبار جدا ومتطوعين لو سألت حضرتك عددهم قد إيه اللي بيشتغلوا وكمان المهام يعني فيه توظيف وتأسيم للمهام بشكل علمي جدا حد مسؤول على حاجة معينة التغريف توصيل المواد الغذائية بيتمدى إزاي؟ التحالف انتبه بشدة لأهمية التطوع وأهمية دور الشباب في دعم منظومة العمل الأهلي طبعا عالميا معروف أنه الشباب طاقة من طاقات وإحدى استثمارات العمل الأهلي وإحدى آليات تحقيق أهدافه بالنسبة لنا التحالف انتبه لده والحيال هنا جهد الشباب بقى في المتطوعين لا يقاس بعدده إنما يقاس بساعات تطوعه وهنا الفارق بقى اللي بيحصل إيه إنه إذا تلاقينا شباب متطوع ومدرب على ما يقوم به من دور في تطوعه حنقدر في خلال الساعات اللي حيشارك بيها إن إحنا نخرج ونستفد بأقصى استفادة ممكنة وبرضو هنا الحقيقة اسمحوا لي وإحنا بنتكلم عن التطوع إن إحنا في يوم المرأة المصرية يعني نهدي تحية وإعزاز لكل بنت شابة مصرية بتشارك معانا في مؤكة متطوعة وبرضو أرجع وقول لحضراتكم من دون الحاجات المبهجة لي أنا شخصيا يعني في شغلي مع صناعة الخير في التحالف إنه لما كنا بننزل ومازلنا بننزل من المفاجآت اللي كنا بنشوفها على سبيل المثال في محافظات الصعيد في أسوان وأسيوت وسهاج المفاجأة بالنسبة لي أنا شخصيا إنه لما كنا بنشتغل على إن إحنا نحتاج دعم لمتطوعين أتلاقي البنات البنت الصعيدية خرجة تساعد أهلها وتتحرك وبكوتلت نشاط متنهوة إخلاص والحقيقة ده يعني سعيدنا كتير إن إحنا ننجز كتير من المهام فتحية لكل بنوتة مصرية صعيدية وفي كل شبر في أرض مصر يعني بتشارك معانا كمتطوعة في تحييق أهدف التحالف تحية لكل المتطوعين والمتطوعات الحقيقة كان مجهود كبير جدا موجود على أرض الواقع لمسينو فيه اختلاف حتى فيه طرق تقديم المساعدة طور الوقت فيه جديد في طرق تقديم المساعدة إن كان للتسهيل على المستفدين أو حتى كمان لتسهيل لحضراتكم رصد إيه بالزبط خدمات بالفعل المطلوبة عشان ما يبقاش فيه حتى إهدار للموارد وإهدار للتقاط وده كان من أكبر أفات نرحية على مدار سنين فاتت أنا بشكر حضراتك جزيل شكر أستاذ عسام عبد الرحمن عضو التحالف الوطن العمل الأهلي التنموي نورتنا في صباح الكريم شكرا نفهم كل سنة وحضراتك جزيل شكرا جزيل طيب وصلنا لخيتام حلقتنا النهاردة كل سنة وكل امرأة مصرية طيبة النهاردة 16 مارس يوم المرأة المصرية كل سنة طيبة جمانة بكرا إن شاء الله حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير مصر استنونا في تمام الثمنة صباحا كل يوم في شهر رمضان